كودفور برضو فريق قوي 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 جدا يعني حتى لو طبعا طبعا وعندهم لعيبة على مستوى عليه جدا وعندهم هدفين بشكل كبير جدا وفريق منظم جدا جدا ايسان بشوفوا من اقوى الفرق اللي في البطولة الحقيقة والمجموعة نفسها مجموعة صعبة مش سهلة يعني المجموعة نفسها الأربع منتخبات جندي يعني انا انا متوقع ان السيرليون بكرة هتكسب غني يعني انا متوقع يعني اتعدت معاقه فرقيتين أنت لما تيجي تحسبها كده نسبياً هتقول أن سيراليون تعادلت مع الجزائر وتعادلت مع كوديفور أفضل فرقتين فالأسهل بالنسبة لها هو غينيا ده الأسهل يعني منطق المنطق بيقول كده في مصدية كرة القدم فيها حاجات كتير لكن ده المنطق معهم الجزائر وغينيا اللي كسبت الجزائر وكوديفور مجموعة صعبة جدا 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 تمام مقارنة طبعا بمجموعة منتخب مصر يعني بشوفني المجموعة الأسهل في البطول يعني السودان يعني فرقة شباب يعني فرقة بتكون نفسها لسه برضو يعني ما عندهاش الخبرات الكبيرة لعبس الناس صغير عملوا جيم قدام مصر مش وحش النهاردة غينيا برضو غينيا فرقة برضو يعني إمكانياتها قليلة وفرقة مش مصنفة أنها تسعد أو تروح في حتة بعيدة المنتخب المصر الحمد لله احنا محظوظين الحمد لله احنا وانا زي ما قال كابتنا عادل في المجموعة دي ما فيهاش غير نيجيريا انت كمان رجعت الثقة نيجيريا قوي في الفبرالف تتحيل نهاية تكسبك وتعمل علي الجيم كويس قوي خليتها تخش بشكل كويس في البطولة تكسب ناتش اللي بعديه ونهاردة كمان بتكسب بتأكد امكانياتها وتأكد قدراتها وتصنف نفسها وتحط نفسها أو بتثبت نفسها مع المصنفين يعني احنا قبل البطولة بنقول مصر وقال نيجيريا مين فينا هيروح للتصنيف الاول وكنا نتمنى ان احنا نروح على حساب نيجيريا التصنيف الاول النهاردة لا بتثبت ان هي من الفرق الكبيرة فعلا والفرق المرشحة للبطولة كاميرون نيجيريا كوديفوار المغرب الجزائر تونس اعتقد هما دول الفرق المرشحة ان هي كمان توصل لأبعض نقطة في البطولة فكوديفوار لها فرقة كبيرة وفرقة محترمة وفرقة عمدام وعندها صرعة كبيرة جدا لعبتهم سرعة وقوية مزبوط انت مشكلتك لما بتلاعب الفرقة اللي عندها سرعات تمام لما بتلاعب فرقة زي المغرب فرقة ده سرعات عالية جدا 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 عندهم تحول سريع جدا وده كل حاجة المغرب مع ان انا سمعت المعلق معلق المباراة المغرب الأخيرة اللي تعادلوا فيها اتنين اتنين قالك احنا غير مؤهلين تماما ان احنا ناخد البطول لا هو عاوزين يعدوا كده خطو خطو لا المغرب من افضل عناصر اللعبة عند جميع العيبات تخيل ان انا ما تفرقتش على المغرب غير مثلا نص ساعة من اول مش عارف ليه بس يعني كل حاجة عندهم منضبطة عندهم نمط جثماني عالي اوي لعيبة محترفين على الاعلى مستوى مهارة عالية جدا مثلا انا عاوز ارجع على البلال في حتة بتاعة مجموعة الجزائر هي مجموعة الجزائر مجموعة قوية ولكن اللي قرب المسافات ما بين الفرق ارضية الملعب يمكن من اسوأ الملاعب اللي بين لانهما احنا شفنا امبارح المنتخب الجزائري والمنتخب سحر العاج قدموا اعتراض على الملعب في ارضية الملعب هي دي انت عارف انه انه دائما شمال افريقيا لما بيجي لعب الفرق الافريقية لما انت بتبعد بمهارتك عنهم لانك انت بتلعب في ملعب كويس يعني انت لو لعبتهم مثلا في الملعب اللي كانت زي البطولة العربية كانوا بيلعبوا في البطولة العربية هتلاقي الجزائر بشكل اخر وهتلعب مع الفرق دي بشكل اخر لكن ده قرب المسافات ما بينهم لانه اللي بيدافع محتاج ملعب سيء اللي بيهاجم محتاج ملعب كويس فعلشان كده قربت المسافات لكن لكن ارجع بقى الفرقة المغرب فرقة المغرب من افضل الفرق اللي فيها ثلاث خطوط من اقوى ثلاث خطوط بطولة اه طبعا يعني عندهم اشرف حكيمي كبقرة عندهم سردباكين نمط جثماني بيعرفوا يطلعوا يلعبوا بدماغهم عندهم خبرات كبيرة يكفي يكفي ان في اكتر من من لاعب في المغرب انت لو شفت السراعات بتاعتهم تحولوا بسرعة رغيبة من دفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع عندهم وعي تاكتيكي لانهم بيلعبوا في اعلى مع ان انت خليباك واناك نقدك اتفضل هي حتة بس للمغرب طول عمرهم روحهم ازاي روح جزائر تونس جزائر مصر روحهم اقل شوية ليه لان اللعيبة دي كلها احنا كنا زمان لو الفين وستة لو تفتكر فكانت لعيبة المنتخب المصري او تمانية وتسعين اول ما تخلص البطولة هيعيشوا في وسط المصريين نا لكن معظمهم في وسط البلد لكن دولا ما بيروحوش او محترم بيخرج برا على طول فهو ما عندوش الحتة وبعدين بيلعبوا في اندية كبيرة بيخافوا على رجليهم ولكن هم عندهم تصميم البطولة دي يشتغلوا بصورة وعندهم مدرب اول مرة شوف مدرب مغربي على انتقادات غريبة جدا بس عشان هو شرس ليه لان المنتخب المغربي زي المنتخب الغاني اكتر منتخبين كانوا في افريقيا كلهم ان اللعيبة اللي بتتحكم في المدرك من زمان حتى المنتخب الغاني ولاد عبيدي بليه هم اللي هم اللي مبوازين المنتخب او حد يقول ان منتخب غانا يخرج عنده بونت واحد بس منتخب غانا بقاله فترة وحشة عشان هم محتلين محتلين انت عارف اخر فترة كان بيلعب وكان اكتر من اللعيب كانوا محتلين المنتخب لانهم ما عندهمش ادارة الشرسة يعني بس غانا برضو فرقة مش يعني ما لهاش انياب في الوقت الحالي عارف انت الفرق الافريقية بتعملها كابتن بيجي لها وقت البيك بتاعها تخل لها 3-4 سنين بعدين تنزل زي السنة جالسا للـ 98 مثلا بالزبط وبعدين ترجع بعدين فترة كبيرة تروح زي ونيجيريا برضو نيجيريا بقالها فترة برضو بعيدة عشان دال الاتحادات ما عندهمش الحتة بتاعت التنظيم اللي ابعت زي مصر مثلا احنا لو كلمنا على مصر طول عمرنا نعرف نلعب البطولات المجمعة ما تعرفش تلعب المطشات اللي على بعد لانك ما بتعرفش تحضن لو حضرت كويس هتلعب بنفس إمكانيات البطولات المجمعة لكن البطولات المجمعة بتبقى موجود جوا الأوتيل اللي عيبة نفسها روحها العالية اللي لما نفسها هو ده اللي بيحصل انك انت بتقدر تعمل بطولة كويس لكن لو وضبت يعني مثلا انا بخاف يعني المطشين بتعقس العالم يعني انا اتمنى اتمنى إن في الوقت الحالي يعني إحنا كنا كل المصريين بيتمنوا إن نقع مع نيجيريا صح؟ دلوقتي عاوز تبعد عنها المرة اللي فاتت إن إحنا كنا بنتمنى قبل البطولة بندور على واحدة من الخمسة فقلنا نيجيريا النهاردة إحنا بنبعد عنها يعني نفسنا نبعد أنت عايز تبعد عن الجزائر عايز تبعد عن الخمسة عايز تبعد عن الخمسة عن السنغال